مازلنا أحباب الكرام نتحدث عن العنصر الأول من عناصر تكوين الدولة وهو الشعب وهنا لابد لنا من الحديث عن مفهومين مفهوم الشعب ومفهوم الأمة مفهوم الشعب في مصطلح القانون الدولي كما ذكرنا آنفا هو مجموعة من السكان الذين يعيشون في أرض معينة ويخطعون لسلطة محددة وبغض النظر عن انتمائهم الدين أو القوم أو العرق أو اللون أو اللغوي إلى غير ذلك والرابطة التي تربط بين أفراد هذا الشعب هي رابطة قانونية سياسية وتسمى رابطة الجنسية ما هي الأمة؟ إذن هذا الشعب الأمة الرابط الذي يربط بين أفراد الناس هو رابط الدين فنقول الأمة الإسلامية الأمة المسيحية الأمة اليهودية أو اللغة فنقول الأمة العربية الأمة التركية الأمة الفارسية الدولة الواحدة قد تتكون من أمم مختلفة ومن ديانات مختلفة مثل الهند تحتوي على جزء من الأمة الإسلامية والأمة الهندوسية والأمة السيخية ومثل أيضا الاتحاد الروسي الحالي يحتوي الأمة الروسية والأمة التركية والأمة المغولية هذه كلها مثل الصين حاليا فيها مجموعة من الأمم منها أمة خوي وأمة خاي والويغور وغيرهم من الأمم إذن الدولة قد تحتوي على عدد من الأمم والأمة قد تتوزع على عدد من الأخطار مثل الأمة العربية تتوزع الأمة العربية على 23 أو 22 دولة أو أكثر والأمة الإسلامية تتوزع على 57 دولة مستقلة وهناك أجزاء من العالم الإسلامي محتلة من قبل الاحتلال الروسي والاحتلال الصيني هناك الدول كاملة إسلامية محتلة من هؤلاء أما الدول الإسلامية المستقلة 57 دولة الأمة لا تعتبر شخصا من أشخاص القانون الدولي لأنها غير خاضعة للقانون الدولي لعدم تمتعها بالشخصية القانونية من الملاحظات لا يشترط القانون الدولي عدد معين للسكان فمثلا الصين فيها مليار وثلاثمائة مليون إنسان وهي دولة واحدة الهند مليار ومئتين مليون إنسان دولة واحدة بينما دولة كتوفالو فيها 12 ألف إنسان ودولة موناكو عدة آلاف دولة ناورو أصغر دولة في جزيرة وهناك دولة فيها 12 بني آدم وهي دولة بالعرف الدولي ولكن فائدة عدد السكان وتضخم عدد السكان إذا اقترنت بغزارة الموارد الاقتصادية تعتبر عاملا سياسيا مهما مؤثرا في مركز الدولة في العالم هذا بالنسبة للسكان العنصر الأول السكان ما هي نظرة الإسلام والفقه الإسلامي لهذا العنصر عنصر السكان في الدولة الإسلامية الدولة الإسلامية حسب التعريف الفقهي أو تتكون من عدة عناصر تتكون من أمة الإسلام وهم المسلمون وتتكون من الذميين وهم الغير مسلمين الذين يحبلون الجنسية الإسلامية والمستأمنون وهم الأجانب الذين يدخلون إلى البلاد الإسلامية بفيزا أو نسميه في الشريعة بعقد أمان المسلمون والذميون يعتبروا شعب دار الإسلام ويتمتعون بالجنسية الإسلامية إلا أن الذميين لا يعتبرون جزءا من الأمة الإسلامية ففي مثاق المدينة الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليهود أمة مع المسلمين فالمسلمون أمة واليهود أمة وهم كلا الأمتين جزء من سكان الدولة الإسلامية تمام فمفهوم الفقه الإسلامي لديه مفهوم مختلف للأمة عن مفهوم الدولة المسلمون بالمفهوم الفقه الإسلامي يكونون جماعة دينية وسياسية في آن معا تربطهم وحدة الدين والعقيدة وتضمهم مع غيرهم وحدة الولاء والتبعية للدولة الواحدة فالإسلام دين وجنسية وعبادة وحكم وهو دين ودولة فالإسلام كما ذكرت لحضراتكم آنفا يعتبر جميع المسلمين رعاية للدولة الإسلامية مهما اختلفت بلادهم وبقاعهم وكما ذكرنا في المحاضرات السابقة أن الإسلام لا يعترف بتقسيم العالم وإنما يرى جميع الدول الإسلامية يجب أن تكون دولة واحدة تخضع لقيادة واحدة وبالتالي جميع المسلمين مهما تعددت أقطارهم هم رعاية للدولة الإسلامية الواحدة وهذه الدولة الإسلامية الواحدة هذه الدولة الإسلامية الواحدة تشمل على رعاياها المسلمين وعلى من رضي أن يكون يعيش ويتعايش مع المسلمين مما نسميهم بالذميين والذميون في الدولة الإسلامية يحملون جنسية الدولة الإسلامية يقيمون مع المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم وفق عقد وهو عقد الذمة ولهم حرية كاملة فيما يتعلق بنظام الأسرة وممارسة شعائرهم الدينية وغير ملزمين بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالمسلمين ولكن هناك أحكام عامة وهي أحكام الشريعة الإسلامية التي تطبق في السياسة والحكم يلزم بها جميع سكان الدولة الإسلامية أما المستأمنين وهم الذين دخلوا بعقد أمان على الدولة الإسلامية لمدة محدودة يعني كأنه أخذوا فيزا دولة إسلامية داخلين عليها فهم في أمان في أموالهم وأرواحهم وكل هذا مصان ما لم يخرقوا العقد الأمان وهذا العقد عقد الأمان يتسع لكل أنواع الحماية والرعاية المعروفة حديثا لشخص الأجنبي في زماننا كما أنه وفق القانون الإسلامي يتمتع ببعض الإعفاءات المالية التي لا تتوافر للمواطنين الأصليين كما أن الأمان في الإسلام ليس مقتصر على ولي الأمر بل يتعداه إلى كل مسلم مختار برقابة ولي الأمر يعني الفيزا هذه في الفقه الإسلامي تعطى للكافر القادم من خارج بلاد الإسلام إلى المسلمين تعطى إما من خلال السلطة أو ممكن أي مواطن من مواطنين السلطة يأخذ إذن من السلطة لإعطاء فيزا للذي يأتي من الخارج وتطبق على الذنب والمستأمن للأحكام الإسلامية فيما يتعلق في المعاملات المالية فالممنوع الغش وممنوع الربا وما إلى ذلك كما تطبق عليهم العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية بالنسبة للأفعال الجرمية التي يرتكبوها في دار الإسلام فأحكام الشريعة هي التي تطبق على الجميع